خلينا نكمل لمحضراتكم لأن أفشا طبعا زي ما حضراتكم عارفين أنه كان عنده مشكلة أو مبارح يعني تحديدا دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهز التبي للفريق هو طمنا هو قال أن محمد مجدي أفشا طبعا زي ما عارفين هو كان عمل عملية في جدار البطن بأحد المستشفات بالمناسبة يعني عملية مش صعبة أوي بس مش حلوة طبعا برضو بمدينة 6 أكتوبر العملية الحمد لله وطمنا أن هي نكحت وأنه هو حيتعافى من خلال يعني ثلاث أسابيع أو خلال ثلاث أسابيع بإذن الله وكمان حرص دكتور أحمد على التواجد مع أفشا خلال العملية اللي أجراها عشان تطمن على حالته دلوقتي احنا منطمن حضراتكم جميعا على حالته